مرحبا بكم أصدقائي ما ترجمت إعلان مسلسل الأسيرة والإعلان جميل ومشور شتا وفي بداية الإعلان أتى أرهن لكي يخبر عفيفة وقال لها سيذهب مع أبوه إلى كندا من بعد الآن سيعيش مع أبوه وأخذه ثم بعد ذلك كانت عفيفة خضب جدا وقالت أنت تعي ما تقوله ما زلت أنا على قيد الحياة لن يستطيع أحد أخذ علي منا وبعدها كانت هيرا تريد أن تتحدث وقالت لها سيد عفيفة علي يريد أن يحدث هذا ثم قالت لها عفيفة وهي تصرخ عليها أنت إغلقي ثمكي أنت سبب كل هذه المشاكل وبعد ذلك كانت عفيفة سوف تنجن تريد أن تخرج كل تلك الملابس من حقيبة علي وقال لها أرهن أمي توقفي ماذا تفعلين ثم قالت له أنت ماذا تفعل هل إلى هذه الدرجة خضعت لن ترى أن تحت هذا الملاك شيئا مخيف ثم قال لها أمي يكفي توقفي ثم قالت له لا يكفي وبعد ذلك أغلقت عفيفة الباب وأخذت علي معها في داخل الغرفة لكي لا يذهب إلى أي مكان وكان أرهن يقول أقول لآخر مرة أثرك علي قالت له لن أسمح أبدا أن يذهب علي مع هذا الرجل أبدا وبعدها كانت عفيفة تتحدث مع علي بهدوء وقالت له لن أعطيك أبدا لهذا الوحش ثم قال لها أبي ليس وحش وكانت صدمة عفيفة وكان هذا هو الإعلان فضلا منكم لا تنسوا تجهي بلايك وشكرا